على عتاب إكمال شهر كامل يسجل للبرلمان الغياب شهر تقريبا على آخر نشاط للمجلس بعد بدء دخول المتظاهرين والتحول إلى اعتصام مفتوح فيه غياب دور البرلمان تتسائل عنه القوى المستقلة والناشئة التي تطالب بعودة جلسات المجلس أنا أأيد عودة البرلمان في قبة البرلمان في موقع البرلمان لكن مو خارج المكان هذا التهرب وبعدم احترام للمتظاهرين أنا متظاهرين واكفين بالمئات الآلاف وأجي أسوي اجتماع بالسليمانية للمحافظة أخرى هذا قرار غير صحيح استئناف دوران عجلة البرلمان المتوقفة قد يحسب كخطوة بمستوى التحديات وفق بعض القراءات حضور بعد غياب قد يشكل جزءا من عملية رسم مسار الحل عبر التعاطي مع الاعتصامات ومطالبها لا بد السفينة تسير في دفتها وحركتها أي يكونون أعضاء البرلمان متواجدين متفاعلين ويتفاعلون حتى مع المتظاهرين ولربما تكون استجابات وبعض المطالب مشروعة وبعض المطالب حقه هذا ما كف له الدستور أما يبقى التقاطع فبالتأكيد يلقي بظلاله على العمل التشريعي وخلال الدورة الحالية التي عقدت جلستها الأولى قبل أكثر من ثمانية أشهر تمكن البرلمان من تشريعي قانونين ليس إلا بأداء لم يكن مقنعا للكثير من الأطراف السياسية وفق وصفهم المطالبة بعودة جلسات المجلس دعوات لتعاطي البرلمان مع مطالب المحتجين والاستئناف عمله المعطلي تشريعيا ورقابيا إذا ما استمرت الاعتصامات من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير اشتركوا في القناة